بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أبناء الطلاب والطالبات في درس اليوم ومادة لغتي للصف الثاني تهي الفكرة إن شاء الله اليوم سنقوم بمراجعة مجموعة من المهارات السابقة تعلّمنا آخر على هذا الفصل وريد منكم فقط أن تلتزموا بتعلمات الدرس حتى نكون قادرين إن شاء الله على مراجعة هذه المهارات وتعلمها بشكل جيد يجب دائما قبل البدء في الدرس أن نكون في مكان هادئ بهضاء جيدة وتهو مناسبة ضروري جدا للكم بصحبتنا أحد أفراد الإسراء البالغين ومساعدتنا في عملية التعلم كذلك أحضروا الكتاب سنقوم اليوم إن شاء الله بمراجعة الدرس مهم جدا وهو كتابة جمل باستخدام أسماء الإشارة لدينا مجموعة من أسماء الإشارة أخذناها نريد اليوم أن نراجع مفهوم أو مهارة كتابة الجمل باستخدام هذه الأسماء أولا ماذا نقصد باسم الإشارة هو الإسم الذي نستخدمه للإشارة إلى شيء معين مثلا عندما أشير بإصبعي إلى شيء أستخدمه هذا الإسم لدينا خمسة أسماء إشارة ستظهر أمامكم في السبورة الآن خمسة أسماء من أسماء الإشارة لاحظوها معي على السبورة هذه الخمسة أسماء هي هذا هذه هذان هتان هؤلاء إذن كم أسم من أسماء الإشارة خمسة أسماء هذا هذه هذان هتان هؤلاء هذه خمسة أسماء من أسماء الإشارة أريد منكم أن تلاحظوا هذه الخمسة أشياء أو الخمسة أسماء نستخدمها دائما للإشارة إلى شيء معين لإشارة إلى شيء معين عندما أريد أن أشير بإصبعي مثلا إلى شيء سأستخدم هذه الخمسة أسماء نلاحظ أن كل واحد من هذه الأسماء له استخدام معين في الجملة فمثلا أستخدم هذا إذا كنت أريد أن أشير إلى شيء مفرد مذكر طيب هذه إذا كنت أريد أن أشير إلى مفرد مؤنث هذان إذا كنت أريد أن أشير إلى مثنى مذكر هاتان إلى مثنى مؤنث هؤلاء إلى جمع إذا لدينا كم اسم إشارة أمامكم خمسة هذا باللون الأحمر هذا باللون البرتقالي هذه للمذكر هذا للمفرد هذا للمثنى إذا كان مفرداً مذكراً سأستخدم اسم الإشارة هذا إذا كان مثنى مذكر سأستخدم هذا بالأخضر هنا هذه وبالأزرق هاتان نستخدمهما مع المؤنث هذه إذا كانت واحدة هاتان إذا كانت إثنتين هؤلاء بالأسود نستخدمها مع الجمع هذا بالنسبة لأسماء الإشارة خلونا نشوف الآن مجموعة من الصور حول أسماء الإشارة لاحظوا مفرد مذكر استخدمنا معه هذا مفرد مذكر استخدمنا معه هذا استخدم دائماً اسم الإشارة هذا إذا كان الشيء الذي يريد أن نشير إليه مفرداً مذكراً طيب إذا كان ولد مثلاً أمامنا على السبورة سأقول هذا لاعب ماهر طيب لو كان لدي كتاب مثل الكتاب الذي في يدي هذا نسميه ماذا؟ مذكراً تذكيراً مجازياً كتاب واحد سأستخدم معه اسم الإشارة هذا فمثلاً أقول هذا كتاب مفيد هذا كتاب مفيد طيب خلونا نكون جملة مفيدة لو أردنا أن نستخدم اسم الإشارة سنستخدم مثلاً هذا كتاب مفيد هذا كتاب مفيد طيب أمامنا الآن في السبورة لاعب سنقول ماذا؟ هذا لاعب ماهر الآن استطعنا أن نكون جملة باستخدام اسم الإشارة ماذا استخدمنا؟ استخدمنا اسم الإشارة هذا لأنه اسم الإشارة المناسب لماذا استخدمنا اسم الإشارة هذا؟ لأن لاعب لدي لاعب واحد واحد مفرد مذكر وهو مذكر أي أن جنسه ذكر لذلك استخدمنا اسم الإشارة هذا فقلنا هذا لاعب ماهر هذا مفرد مذكر طيب لو كان مؤنثا سنستخدم هذه هذه يستخدم مع المؤنث الحقيقي مثل البنت التي أمامكم في الصورة نقول هذه هذه لماذا؟ لأنها مؤنث تنيثا حقيقيا طيب لو كانت لدي كرة ها في يدي كرة واحدة كرة هو اسم لمؤنث سأقول ماذا؟ هذه كرة صفراء هذه هذه أشرت إليها واستخدمت اسم الإشارة المناسب لماذا استخدمت اسم الإشارة هذه؟ لأنها مفرد كرة واحدة ولأنه اسم لمؤنث كرة اسم مؤنث لذلك نستخدم اسم الإشارة هذه الآن نريد أن نستخدم اسم الإشارة مع الكرة سنقول ماذا؟ هذه كرة صفراء في الصبورة هذه طالبة مجتهدة إذن اسم الإشارة هذه دائما نستخدمه مع المؤنث المفرد إن كان هذا المؤنث مؤنثا حقيقيا أو مؤنثا مجازيا طيب هذان سنستخدمها مع المثنى المذكر المثنى المذكر أي اثنين من جنس الذكور سنستخدم معهما هذان أو هذين حسب موقع الكلمة من الجملة يعني ممكن أستخدم هذان أو أستخدم هذين كذلك تمام أيضا هتان نستخدمها مع المؤنث المثنى المؤنث المثنى اثنتين من جنس الإناث سنستخدم معهما باسم الإشارة هتان أو هتين هؤلاء مع الجمع الجمع دائما هو ثلاثة وأكثر ثلاثة وأكثر مفرد واحد مثنى اثنين جمع ثلاثة أو أكثر لدينا في الصورة كم طالب وطالبة لدينا أربعة أو خمسة طلاب وطالبات سنستخدم معهم جميعا اسم الإشارة هؤلاء فنقول هؤلاء طلاب مجتهدون طيب الآن أريد أن نلاحظ اسم الإشارة في الجملة لدينا الآن جملة ولدينا اسم إشارة نريد أن نلاحظ اسم الإشارة ولماذا استخدمنا هذا الإسم هذه لعبة جميلة أولا نريد أن نشير إلى هذه اللعبة الموجودة في الصورة طيب كم لدينا لعبة كم في الصورة لعبة لعبة واحدة إذن هي ماذا مفرد مفرد لأنها واحد طيب ولعبة كلمة تدل على مؤنث اسم لمؤنث لعبة لعبة اسم مؤنث علامة تانيث التال مربوطة طيب اسم الإشارة هنا ما هو هذه هذه لعبة جميلة طيب لماذا استخدمنا هذه لأنها لعبة واحدة ولأنها مؤنث مثل قبل قليل عندما استخدمنا نفس اسم الإشارة هذه مع الكرة نقول هذه ماذا ها هذه كرة هذه كرة صفراء هذه كرة قدم هذه هذه لماذا استخدمنا هذه لأنها كرة واحدة ولأنها اسم لمؤنث كرة اسم مؤنث طيب هؤلاء مجموعة من المزارعين هؤلاء مجموعة من المزارعين اسم الإشارة أين هو؟ أريدكم أن تلاحظوا اسم الإشارة في الجملة أين هو؟ أين هو اسم الإشارة؟ إحسنتم هؤلاء هؤلاء هو اسم الإشارة طيب لماذا استخدمنا هؤلاء؟ قلنا أن اسم الإشارة هؤلاء يستخدم مع الجمع مع الجمع الجمع ثلاثة أو أكثر كم مزارع لدينا في الصورة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة لدينا سبعة مزارعين لذلك سنستخدم هؤلاء هؤلاء طيب لأنه جمل طيب سأتصدق بما في هذين الصندوقين تذكرون هذين قلنا أنه ممكن تكتب هذين أو هذان حسب موقعها من الجملة هذان هي نفسها هذين طيب ليش استخدمنا هنا هذين لأنها أتت بعد حرف جر فلابد أن نكتبها بهذه الطريقة المهم أنه ممكن نكتبها هذان أو هذين حسب موقعها من الجملة كم صندوق لدينا كم صندوق تبرعات واحد اثنان إذن هو مثنى وصندوق صندوق اسم مذكر اسم مذكر لذلك استخدمنا هذين إذن أسماء الإشارة نلاحظ على الصبور عمامنا مرة أخرى أسماء الإشارة هي الأسماء التي دائما نستخدمها عندما نريد أن نشير إلى شيء معين نستخدم هذه الأسماء نتذكر فقط دائما أننا نستخدم اسم الإشارة المناسب عندما نريد أن نشير مفرد مذكر مؤنث جمع حاولوا أن تكونوا جملا باستخدام اسماء الإشارة كذلك يديكم في الكتاب مجموعة من الأنشطة ستساعدكم في تعلم المهارات أتمنى أنكم استفدنا من الدرس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم